مرحبا شباب قام المطور كولستار بالإعلان أخيرا على جيل بريك هو المنتظر وهو تحديد جديد لجيل بريك أوديسي تم تحديده ليدعم التحديدات ما بين آي اويس 14 إلى آي اويس 14.3 لجميع الأجهزة مثله تماما مثل آخر نسخة من جيل بريك أنكافر لكن المميز في هذا الجيل بريك هو أنه أكثر استقرار من أنكافر يعمل بطريقة جميلة جدا وحتى بعد الجيل بريك يبقى معك الجيل بريك مستقر بدون أن نطلب الكلام في هذا الفيديو سأشارك معكم طريقة الحصول على هذا الجيل بريك الجديد جيل بريك تورين بدون كومبيوتر وأيضا سأشارك معكم إذا عندك جيل بريك أنكافر كيف تنتقل إلى جيل بريك الجديد تورين من أجل الحصول على استقرار أكثر وفي نفس الوقت تأخذ معك جميع أدوات الجيل بريك لا تفقدهم يعني تنقلهم جميعهم إلى جيل بريك تورين والسيليو بطريقة سهلة جدا بدون أن نطلب الكلام إذا ليس عندك جيل بريك أنكافر وليس عندك أدوات انتقل مباشرة إلى هذه الدقيقة التي تظهر أمامك في الشاشة الآن لكي تشاهد طريقة تحميل الجيل بريك فقط لكن إذا عندك جيل بريك أنكافر وعندك أدوات سنبدأ في الطريقة الآن لطريقة الانتقال من هذا الجيل بريك إلى الآخر وبدون أن نطلب الكلام إخوتي نمر مباشرة سنذهب إلى أسيديا يجب أن نقوم بتتبيت إحدى الأدوات والتي اسمها طبعا سأترك لكم أسماء جميع الأدوات وأي شيء سنستعملوا في هذه الحلقة سأتركه لكم تحت في صندوق الوصف مع السلسات وكل شيء سنقوم بتحميل هذه الأدات باط شوماتيك هذه الأدات يجب أن نقوم بتحميلها وتتبيتها بالطريقة الطبيعية بعد تتبيتها سوف نجد على أنه تم إضافة هذه الأيقونة من هنا كما تشاهدون لما ندحب على البحث في أسيديا سنجد أنه تم إضافة هذه الأيقونة من هنا سوف نضغط على هذه الأيقونة ثم سوف نضغط على create offline tab الاختيار الثاني على هذا الشكل هنا سوف يتم جمع جميع الأدوات التي قمنا بتتبيتها على شكل ملف قابل لتتبيت سأريكم كل شيء في هذه الحلقة بإذن الله ممكن تأخذ بعض الوقت حسب كم عندك من الأدوات التي قمت بتتبيتها أنا ليس عندي كثير أدوات فقط لأريكم التجربة قمت بتتبيت بعض الأدوات سأعطاها بعد الوقت سأقوم بتسريع لكي لا نطير في الفيديو جميل مباشرة بعد الاتياء سيعطيك على هذا الشكل سوف نضغط على export ثم من هنا سوف نقوم باختيار save to files التطبيق الذي موجود فيها الآيفون ليس files بل files على هذا الشكل ثم نقوم باختيار on my iphone على جهاز الآيفون ثم نضغط على save جميل الآن يمكننا الخروج يمكننا الذهب على uncover وحذف الجيل بريك لأننا قمنا بحفظ الأدوات سنقوم بحفظ جيل بريك انكافر وتتبيت جيل بريك تورين الجديد سنضغط من هنا في الأعلى لما لا يعرف طريقة حذف الجيل بريك نقوم بإزالة تفعيل جميع هذه الخاصيات ونقوم بتفعيل فقط خاصية restore root fs هذه الخاصية لوحدها نضغط على don't ونقل بسم الله نضغط على restore root fs عفوا وسيتم حذف جيل بريك انكافر وحذف السيدية وحذف كل شيء نعطيه بضع ثواني ونعود اوكي لم تنجح اظن لم تنجح من المرة الاولى سوف نرجع على uncover ونقوم بنفس العملية من جديد نتأكد انه فقط root fs المفعلة من هنا في الاعدادات نضغط على don't ثم نضغط على root fs ونعطيها بعض الوقت اوكي تمت العملية بنجاح جميل نضغط على اوكي الآن تم حذف الجيل بريك من الجهاز سنتظر الى حين يشتغل ونقوم بتحميل الجيل بريك الجديد ونقوم بتتبيته ومن تم نقوم بتتبيت جميع الادوات دفعة واحدة سوف ندخل الآن كما تتشاهدون اخوتي لقد تم حذف السيدية تم حذف الجيل بريك الآن سوف نذهب الى هذا الموقع طبعا سأتركه لكم تحت الفيديو هذا الموقع عليه شهادة جديدة شغالة حاليا وعليها الجيل بريك الجديد ايضا يمكن تحميل من خلال جيل بريك انكافر لكن طبعا هذه الشهادة لن تبقى شغالة للابد ستتوقف بعد بضعة ايام لا اعرف بضعة ساعات بضعة واسابع اذا لم تتمكن من تحميله الحل الوحيد عندك يمكنك متابعتي على حسابي على تويتر هناك اشارك كل ما تم تجديد شهادة اي متجر جديد لتحميل برامج الجيل بريك اول باول اشاركها معكم يمكنك متابعتي هناك كما تشاهدون من هنا هذا هو الجيل بريك الجديد نضغط على من هنا طبعا سيعطينا اعلان نقوم بحذف الصفحة نرجع على نفس الصفحة ونضغط على من جديد هذه هي الصفحة التي نحتاجها ننتظر من هنا طبعا العديد من الاعلانات شيء طبيعي هكذا يربحون اصحاب هذه المتاجر نضغط على سكيب اد نقوم بحذف هذه الصفحة ونرجع من جديد ونضغط على سكيب اد من جديد لكي يعطينا التحميل على هذا الشكل نرجع على شاشة الهوم وسنجد على انه سيبدأ تحميل البرنامج في اي مكان من هنا اوكي ها هو من هنا كما تشاهدون جري تحميله هنا شيء مهم جدا اذا تم تحميل البرنامج كما تشاهدون ان بعد التحميل سيظهر معي طبيعي اذا بعد التحميل اختفى قم باعادة تشغيل جهازك سيظهر لك على شاشة الهوم وبشرة بعد التجبيته طبعا سوف تذهب الى الاعدادات لكي تعطيه الوتوق بالطريقة الطبيعية عام ننزل الاسفل نذهب على device management ثم نعطيه الوتوق على هذا الشكل من هنا الوتوق بالطريقة الطبيعية نرجع على البرنامج نفتحه هذا هو الجيلبريك الجديد جيلبريك تورين جميل جدا كما عودنا كلستار دائما الاناقة في التطبيق كما تشاهدون يمكنك ايضا ان تقوم بتغيير التام الخاص بالتطبيق جميل جدا هذا ما يهمنا الآن هو عمل الجيلبريك سوف نعود الى الغراء وكم تشاهدون سوف نقول بسم الله وندغط على جيلبريك وننتظر حين تتم عملية الجيلبريك الآن سنقوم بالجيلبريك بواسطة تورين وليس جيلبريك انكافر صراحة قمت بتجريبتي من قبل تمت عملية الجيلبريك من المرة الاولى او التانية على اكثر تقدير صراحة جيلبريك مستقر ويعمل بطريقة جميلة جدا كما تشاهدون المرة الاولى يجب ان تقوم باعادة تشغيل جهازك شيء طبيعي من اجل الجيلبريك مباشرة بعد إعادة تشغيل الجهاز سنقوم بتفعيل نفس العملية أوكي بسم الله نضغط على جيل برايك وعادة في المرة الثانية يعمل بطريقة طبيعية يعني ليس فيه كما أنكافر في العديد من الحالات خصوصا في النسخ الأولى تقوم بإعادة المحاولة عادة المحاولة عديد من المرات لكن هذا الجيل برايك الجميل فيه هو أنه يتم تفعيله بسرعة سوف نعطيه بعض الوقت نقوم بالتسريع لكي لا يطول الفيديو أوكي كما تشاهدون تمت عملية الجيل برايك الآن مكتوب إنستالد سيليو تم تتبيط السيليو كما تشاهدون ستعطيك هذه الواجهة ثم ستعطيك عملية الرسبرينك كما تشاهدون يتم على هذا الشكل ليس مثل تطبيق أنكافر يتم بطريقة مختلفة بعض الشيء أوكي الآن سوف تتم عملية الرسبرينك ومن الطبيعي عند اشتغال الجهاز سوف نجد السيليو متبته كما تشاهدون سوف نقوم بفتح الايفون سوف نذهب من هنا كما تشاهدون هذه السيديا أو السيليو من هنا كما تعلمون جيل برايك أوديسي يأتي بالسيليو وليس بالسيديا كما أنكافر لكن السيديو صراحة تعمل بشكل أفضل بكثير من السيديا تعمل بشكل أسرع صراحة أوكي كسا نذهب من هنا كما تشاهدون سنجد على أنه يجب تحديث بعض الأدوات شيء مهم جدا قم بعمل أبغريد آل لكي يتم تحديث جميع هذه الأدوات كما تشاهدون سيتم تلك بسرعة كبيرة جدا عكس السيديا التي صراحة منذ وقت طويل جدا لم يتم تحديثها كما تشاهدون تم تحديث الآن تقريبا 25 أدات للنسخ الجديدة نقطعها بعض الوقت كما تشاهدون تمت العملية نضغط على restart والآن تمت عملية تحديث الأدوات جميل الآن سوف نذهب مباشرة إلى البحث لكي نقوم بجلب جميع الأدوات التي كانت عندنا على uncover نقوم بجلبها على نضغط من هنا ونقوم بالبحث على أدات باطشوماتيك من جديد أدات باطشوماتيك كما تشاهدون نضغط عليها ثم نضغط على جميل الآن نرجع على البحث لكي نقوم بتتبيت أدات أخرى نحتاجها وهي أدات على هذا الشكل نضغط على جميل نضغط على والآن نضغط على سوف نجد الأداتان سوف نقوم بتتبيت دفعة واحدة نضغط على confirm ونستطيع الى حين يتم تتبيت وهما عادة يتم ذلك بسرعة كبيرة في السيليو كما تشاهدون بطريقة جميلة جدا سيتم عملية الرسبرينج بعد ذلك ندخل نذهب مباشرة إلى files المكان الذي قمنا بحفظ عليه تلك الأدوات كما ستتذكرون سوف نذهب على Browse طبعا Browse على هذا الشكل كما ستتذكرون قمت بحفظي على On My iPhone سأضغط على On My iPhone وهذا هو الملف الذي سبحت عليه ستجد مكتوب اسمه Batch Install إضغط عليه على هذا الشكل ثم إضغط على Share أو المشاركة ثم إذهب من هنا ثم إبحث على files كما تشاهدون files من هنا في العلاء إذا لم تجدها إضغط على النقاط الثلاثة سوف تجدها من هنا إضغط على files سيتم نقل الملف داخل files ومن خلال files سوف نقوم بتجبيته وذلك فقط بالدخول على الملف هو من هنا نضغط على Install نضغط على Action من هنا ثم نضغط على Respring سيتم عملية Respring بعد ذلك كما تشاهدون كل شيء يمر بسلاسة وسرعة أوكي الآن ما سنقوم به واذهب مباشرة إلى Cilio بعد تجبيت أداة Batch باتيك طبعا سوف نذهب هنا على البحث كما تشاهدون سنجد على أنه تم إضافة هذه الإيقونة من هنا سنضغط عليها سوف نضغط على Install Dab العلامة الثالثة على هذا الشكل نترك هذه الإعدادات على هذا الشكل ثم نضغط على Proceed على هذا الشكل وسوف ننتظر إلى حين تتم هذه العملية سوف نعطيها بضع ثواني وبهذا سوف نضغط الآن على Proceed يعني ستتم عملية Respring وبعد ذلك كما تشاهدون سوف نجد على أنه تم تتبيت جميع الأدوات الخاصة بنا التي كنا متبتينها من قبل على السيدية تمنى أن تكون استفدت من الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك إذا عندك ايفون وتزورنا لأول مرة لأنك دائما ما ستحب الشرحات نلتقي قد في فيديو جديد سلام